اهلا بكم مشاهدين الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية البداية بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الاهرام 35.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات بدء العمل في مشروع الموتوريل وانشاء مصنع لاحتياجات السكك الحديدية والمترو شكري في أديس أبابا لحضور الاجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية من الجمهورية مدبولي توجهات السيسي تؤكد سلامة المصريين أولوية قصوى قدم الشكر لكل الجهات والوزرات المساهمة في إعادة المصريين من ووهن والصيادين من اليمن تقارير دولية مصر من أكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم في 2030 بلومبرج الإصلاحات الاقتصادية وفرت السيولة النقدية بالبنوك من الأخبار الصحة إجراءوا 381 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس قوائم الانتظار قرعة نارية بدوري أبطال إفريقيا الأهل يواجه سانداونز والأبيض يصطدم بالترجي التونسي من اليوم السابع التعليم تستعد لمواجهة الأمراض المعدية في المدارس إزالة 51127 مخالفة على نهر النيل خلال خمس سنوات تيسيرات جديدة لإضافة المواطنة المحرومة من منظومة الدعم إلى بطاقة تموين الزوج تقديم الطلبات بالمكاتب ورقيا واقتصار الإضافة على الزوجة فقط نتحول إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية والبداية من الشرق الأوسط علاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية من ساحة التظاهر قبل تكت الكتل السياسية بوتين وأردغان يتفقان على تدابير عاجلة للتنسيق في سوريا تجريف حوثي منظم لأراضي الدولة وعقاراتها في محافظة إدلب إب عفوا من اللواء اللبنانية أزمة مع المصارف فماذا عن تسديد السندات السيادية بري يخرج عن صمته ويقول أصحاب خمسة مصارف حولوا أموالهم العراق أمام منعطف خطير سبعة قتلى بمواجهات بين القبعات الحمراء والزرقاء مزارع غزة يعودون لأراضيهم على الحدود مع إسرائيل نقرأ من الخليج الإماراتية دمشق تتحدى تحذيرات أنقرة وتستعيد سراقب وعشرين قرية بإدلب أردغان يطالب الجيش السوري بالانسحاب ويهدد بعملية عسكرية حفتر يبحث المستجدات الليبية مع وزيري خارجية ألمانيا والجزائر الجامعة تبحث ترتيبات القمة العربية مع الجزائر من صحيفة عمان علوي يتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين جوتاريش اتفاق ستوك هولم في وضع حرج ونزوح 14 ألف جراء القتال شرق صنعاء مشاورات سياسية بشأن تعديل الدستور وانتخابات تشريعية في الجزائر نتوقف مع أبرز مجاء في الصحف العالمية والبداية من نيويورك تايمز الكونجرس يطوي صفحة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستعرض إنجازاته الصين تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 564 وفاة و28 ألف وستين إصابة من لوموند الفرنسية الصين اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا والدفع الأولى من المصابين تبدأ تنوله ومساعدات إنسانية من النمسا للصين لمواجهة الكارثة الولايات المتحدة تعرض تقديم المساعدة لتركيا في سوريا من وول ستريت جورنل الأمريكية روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي ارتفاع حصيل الضحايا حادث تحطم طائرة في اسطنبول إلى ثلاثة قتلى و179 مصابا بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من صحيفة الجاردين البريطانية المفوضية الأوروبية تهدد بوقف التعاون مع بريطانيا حال مساسي بوريس جونسون بقانون حقوق الإنسان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يقلل من أهمية تبرئة ترامب فيه مؤخرا بعيدا عن السياسة نقرأ من الأخبار تغيير لوحات الأرقام المرورية ووضع الملصق الإلكتروني الجديد للمراقبة فقد طالبت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية تأتي هذه الخطوة لرفع مستوى السلامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من الديلي ميل البريطانية الإيروبيكس يحمي من الزهايمر توصل باحثون أمريكيون إلى أن ممارسة تمارين الإيروبيكس قد تقي من الإصابة بمرض الزهايمر حيث قام الباحثون بالتحقيق على 23 من البارغين والذين لديهم تاريخ عائلي أو خطر جيني لمرض الزهايمر ووجد أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام تحسنت وظائف المخ والإدراك والحساسية لديهم بشكل خاص من ديلي ميل البريطانية عقار جديد لمواجهة كورونا ذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج فيروس كورونا المستجد وذلك باستخدام فئة من الأدوية زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى إيبولا نصل هنا إلى نهاية وختام جولتنا مع أبرز عنوين صحف القاهرة والصحف العربية والعالمية الصادرة صباحا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء